السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكو يا أحلى متابعين النهاردة هنعمل مع بعض ألبوم للصور بالكرتون النهاردة نعمل للألبوم مزوائع على أساس أنه هيكون ألبوم لصور زفاف تابعيني ما تروحش في أي حتة عشان نشوف تعمل مع بعض إزاي خطوة بخطوة هنبدأ مع بعض كده بسم الله أول حاجة أنا هعملها الزينة أو الزواء اللي هزواء به الألبوم من بر زي ما قلت لكم الألبوم دوت أنا عملاه لصور زفاف تمام؟ أنت ممكن تعمليه أي حاجة تانية ممكن ما تعملهش لونه أبيض ممكن تعمليه لونه بينك لونه أزرق تعمليه صور عيد ميلاد تمام؟ يعني هي الفكرة أنا عرضها وإنت ممكن تغيري منها أنا عندي هنا فوم جليتر أبيض وفوم جليتر أسود عشان هنعمل فستان العروسة وبادلة العريس أول حاجة هنا طبعا هقلب الفوم على ظهره وده فوم جليتر من اللي بيلزق تاني يا جماعة الفوم ده لما بتشتري فيه منه بيلزق وفيه منه مش بيلزق دوت من اللي بيلزق في ظهره ورقة كده وأنا برسم عليها فستان عروسة وستان عادي خالص ما فيهوش أي حاجة يعني مش هفنني يعني زي ما انت شايفة كده ودلوقتي هقص قصيته هو زي ما انت شايفة هزوقه بقى عندي شرايط الألماظ هحط كده شريط ألماظ كده في النص كأنه حزام على الفستان وعندي هنا خرز لولي سغنان كده برضو هزوق به الفستان عالطار في كده خلي بالك بس وانت شغالة من الشمع لان طبعا بتشتغلي بحاجات صغيرة قوي فعشان ما تتلسعيش تمام؟ انا زوقته كده زي ما انت شايفة كده طبعا انت برضو تزوقيه بالشكل اللي عجبك ممكن تزوقيه كله بالألماظ ممكن ما تحطيش ألماظ أصلا ممكن تحطي لولي بس ممكن تسيبيها الجليتر كده زي ما هي من غير أي حاجة يعني زي ما انت تحبي هنروح بقى عشان خطر نعمل البدلة بتاعت العريس هنا انا عاملة هنا مسلس كده بالفوم الأبيض واللي رقبة كده دوت اللي هو المفروض الأميس وهنا الجاكت بتاع البدلة عاملة على جزئين جزئين مين وجزء شمال انا قصدا ان انا عامله جزئين كده عشان خطر اقصهم قد بعض بالزبط وطبعا البنطلون ببيون وهبتدي هنا ألزق كده الببيونة بتاعتي وهنا دي زراير سوغنانة كده لونها اسود برضو بالفوم يعني زي ما انت شايفها كده المفروض ان ده كده بقى خلاص القميس خلص وهنا بقى هبتدي ألزق الجاكت من فوق طبعا يا جماعة انا قصها بالزبط وبالمسطرة ونجيبهم على قد بعض بالزبط يعني القميس جايبا طول بتاعه قدوا طول الجاكت بالزبط عشان وانا بلزق بعد كده ما لقيش حاجة أطول من حاجة بل بالعكس الجاكت المفروض يكون أطول كمان شوية من القميس وانت بتعمليه اللي هو القطعة اللي تحت حاجة من ورا بس الجزء المكشوف دوت اللي هو المفروض بيعليه اللازق ده هحط عليه الورقة تاني عشان بس اللازق ما ينشفش لغاية اللازق ما خلص بقيت الشغول اللي معي بس كده انا كده خلصتهم زي ما انت شايفة كده شكلهم شكلهم حل هنبتدي بقى دلوقتي نعمل الشغل بتاع الألبوم نفسه أنا هنا جايبة سكتش سكتش كانسون هتلاقيه في أي مكتبة طبعا الكنسون الجامعة الورقة بتاعته بتبقى تخلينها شوية فهتستحمل نتلزق عليها صور وكده وتعمل عليها شغل ما تتقطعش بسهولة ده سكتش كانسون أبيض بيبقى فيه عشرين ورقة بتاعتها سوري اتناشر ورقة حلو الكلام وده عندنا هنا ستان أبيض أي بحل كده بتاع قماش ادخليه وقلي للراجل لو سمحت عايزة نصف متر ستان أبيض مش هيكلفك حاجة نصف متر ستان أبيض بعشرين جنيه يعني مش حاجة طبعا مكتب مترددة بصراحة في الأول نخش محل كبير طويل عارف كده وقل له نصف متر بس الحمد لله يعني راجل كبير بخطري والدهوني طبعا انت مش تستخدم نصف متر كله احنا هنستخدم أقل من الربع متر كمان بس ما كانش ينفع طبعا انا اقول للراجل ربع متر بس يعني عشان معيب يعني هومل على الكرسي كده ينزل التوب من فوق كده عشان يجيب لي ربع متر فنص متر واللي هيتبقى مش هيخسر هنا الكنسون بتاعي أنا مش برضو مش هستخدمه كله أنا عايزة الألبوم بتاعي مربع مش مش مستطيل مش كبير كده فهقص جزء من الكنسو زي ما انت شايفي كده انا قصيته بالقطر وبالصنطي عشان يبقى الورق كله قد بعضه ما تعملهوش ما تقصهوش كله مرة واحدة بالمقصة اللي عندك قصيهم ورقتين ورقتين او ورقة ورقة عشان يبقى كله قد بعضه تمام عشان ما يبص منك او تلاقيه الورقة مالت او القصة تعوجت او كده زي ما انت شايفي كده خليته مربع وطبعا بقيه القصتها القصتها الكنسون دي مش هتترمي الحاجات دي انا هحتاجها بعد كده احنا متفقين احنا ما بنرميش حاجة اي حاجة عندنا هنحتاجها في اعادة تدوير في اي حاجة تانية وهنا طبعا اهم حاجة عندي الكرتون اللي انا هستخدمه في تغليف الالبوم بتاعي زي ما انت شايفي فرخين كرتون طبعا كرتون يكون كرتون مكوّل يكون حلو كده كويس ما تكونش كرتونة دايبة والستان جبت اهو زبطت المقاس بالزبط وقصتها وعملتها لسعتها كده على البودجاز التروف بتاعتها عشان التروف طبعا بتاعتستان دايما بتتكر وبتعمل شراشيب كده حلو الكلام وزبطتها وكاوتها كمان بالمكوى عشان ما يبقاش فيها قصور والفرخين الكرتون هون عندي وفي حاجة كمان مهمة هنا عندي كرتونة صغيرة كده اللي هي المصطرة اللي انت شايفيها دي دي مهمة جدا يا جماعة دي اللي هتتحط في نص الالبوم وهي اللي هتزبط سمك الالبوم وهتزبط القفل والفتح بتاعه فالحتة الصغيرة دي مهمة قويمة ما ينفعش نستغنى عنها يعني انا هنا هو فرشت الستان بتاعي وطبعا الحتة اللي بتلمع الجزء اللي بيلمع من الستان من بره تمام؟ وابتدي ازبط الكرتونة اهو عليه عشان خطرة يبتدي بقى ألزق وهنا يا جماعة انا لاحظت ان الكرتون الستان مبين شكل الكرتونة برضو الستان يعتبر مش قماشة تخينة قوي ان هي الداري اللي تحتها فمبين شكل الكرتونة من تحتها فانا جلت الكرتونة بجزء اللي هيتلزق على الستان من بره بورقة كانسون ابيض حيث ان ايه يبقى محطوطة على الستان مش مبين شكل الكرتونة من تحتها وهستخدم الامير اه انبوبة امير عشان خطر ألزق فرخ الكرتون على الستان لان انت لو لزقتيه بالشمع يعني انا جربتها قبل كده لزقته بالشمع لقيت الشمع تحت الستان بكلكع والكلكع بتاعته هدبان فهنلزق بالامير طبعا تبقى مزبطة المسافات كويس قبل ما تلزقي عشان خطر لو لزقتي ما ترجعيش تشديه تاني والستان بتاعك يتنتش او يتمزع منك هنا انا عملت برضو الامير كتير كان مفروض اعمل على الطروف بس عشان برضو يعني ما يبانش انا كده هو لزقته تمام وهبتدي بقى اقفل من جوة كأنك كده بتجلدي كراسة او بتجلدي كتاب طبعا هقفل من جوة هستخدم الشمع لازم الشمع لانه هيئه هيتبت بقى على الستان مايفكش طبعا الامير اللي بره ده ممكن مع الوقت لما ينشف يفك فانت من جوة بقى بالستان بقى تعمل كويس وطبعا الكرتون اللي من بره ده احنا اللي من جوة ده احنا هندري دلوقتي مش هيفضر طبعا بالمنظر ده كده أنا كده خلاص خلصت وقفلت بالشمع من جوة كويس قوي وقفلت الستان بتاعي كويس قوي زي ما انت شايفي كده في الالبوم تمام هبتدي بقى اجلد الالبوم من جوة بايه بالكنسون الكنسون برضو نفس الكلام بالكنسون الابيض هجيب ورقتين كنسون الابيض على نفس مقاس الفرخ بتاع الكرتون بالزبط وهبتدي بقى ألزقهم من جوة عشان نداري بقى الشغل اللي عملنا من جوة نفس الكلام بالشمع طبعا وانت بتشتغلي في الالبوم يعني تشتعملي حاجة وتسيبيه ينشف يعني ايه ما تشتغلش شغل كله ورا بعضه عشان ما يفكش منك تمام هنا بقى هنبتدي نزيينه من برا هنا ده شريط ألماص انا عاملاه عريض شوية وهبتدي اعمل الحروف بتاعة الالبوم من برا بشريط الألماص دوت انا عايزة زيينه بصراحة يعني زواء سيمبل كده شوية ما يكونش حاجة اوفر يعني زي ما انت شايفة كده كل ما بامشي خطوة بعمل بالشمع علشان خاطر السريط بتاعي ما يفكش طبعا برضو زي ما قلت لك خلي بالك علشان خاطر الشمع ما يلسعش ايدك انا كده خلصت كله هوا عملته من فوقه من تحته من عالجينيب هبتدي بقى اجيب البدلة والفستان بتاعي عشان نلزقهم عليه من برا اه منكم بتحوطيهم في النص عالجنب بزاوية يعني زي ما انت عاوز انا قلت حطوهم يعني ايه تحت كده شوية على الجنب مثلا على الجنب الشمال كده طبعا الفون بتاعي طبعا بيلزق هجي الورقة بتاعته وهلزق على طول هنا الجزء دوت الابيض دوت ما فوقش بيلزق فهزود عليه بالشمع خلصته زي ما انت شايفها كده انا مش هكتفي طبعا بالعروس والعريس دول بس انا كمان هحط لولي عليه من برا هلزق لولي علي زي بالشكل اللي انت شايفها ده كده شايفها شكله بقى جميل جدا وهنجيب بقى دلوقتي السكتش بتاعي السكتش كانسون بتاعي اللي انا قصيت وزبطته عشان بقى ابتدي يالزقه ودي هتبقى اخر مرحلة اه انا طبعا شلت الغلاف بتاعه اللي من الناحية دي من الناحية دي اللي هو الغلاف الخارجي بتاع السكتش خليته على الورق بس وهنا بقى من عند الجزء اللي في النص دوت اللي هو المسطرة بتاعت السكتش دي وهبتدي بقى هالزق هنا في النص من عند الجزء الحلزوني بتاع السكتش ده وهسبتها في الالبوم بالزبط اي ما انت شايف معايا كده بالزبط طبعا هتعمليها وهتسبتي تفضاني مسكة شوية كده لغات لما الشمع ينشف وتسيبي شوية كده بقى ايه ينشف وبعد كده تبقي تتصرفي بقى يعني كده تكملي بقى طيل زي الصور اللي انت عايزها في الالبوم براحتك بس تاني عليه بس ينشف شوية بشكل عمودي كده تفضلي حطاه كده بس شوية وقفليه زي ما انت شايفة كده هنبتدي بقى احنا نلزق الصور فيه طبعا اول ورقة دي هتسيبيها يعني منكم الورقة اللي هي ظهر الالبوم الاول ما بتفتحي ده منكم تكتبي فيه اهداء اول ورقة دي منكم تكتبي فيها مثلا اسم العروسة والعريس تاريخ الزواج مثلا يعني اول ورقة دي دايما تسيبيها تكتبي فيها حاجة او تعملي فيها حاجة ابتدي بقى تحطي الصور من الورقة التانية الصورة زي ما انت شايفة كده بالحجم ده لو هي بالحجم ده كده مثلا بتبقى مثلا 15 في 20 هتخليها في النص هلزق الصورة يا جماعة بالجلوليستيك كده عشان لو حبيت تشيليها او فيها اي غلط او تعاوجت منك او جده تقدر تشيليها بسهولة لو عملتها بالشمع الشمع هيكلكعة تحتها ولو عملتها بالامير الامير ممكن يبوز الصورة فاحسن حاجة لها ان انت تعمليه بالسامغ ده اللي هو الصباح السامغ ده اللي هو الاستيك ده تمام لو عندي مثلا صورتين صغيرين دايما انت شايفة يا اما هنحطهم فوق بعض كده يا اما بالطول يا اما بالعرض مش ضروري يا جماعة الالبوم ده يكون البوم صور ممكن يكون البوم اهداءات اللي هي مثلا لما تجد تروح كتب كتاب او فرح تلاقي البوم زي ده كده دايما محطوط كده على باب القاعة كده اي حد ييجي يكتب فيه مبروك يكتب فيه تهنئة حاجات حلوة كده وذكريات جميلة ممكن تعمليه انتي البوم عيد ميلاد مثلا مش ضروري يكون فيه صور فرح زي ما قلتلك قبل كده في اول الفيديو ممكن تعمليه بس تاني البنبة بس تاني الأحمر تعمليه اي حاجة تاني تحطي فيه صور ليكي انت شخصية مش ضروري يكون الزواء دوت ومش ضروري يكون البوم فرح يعني اتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكو ويكون الشغل بتاعي عجبكو كان سهلا عليكو ما تنسوش اللايك عايز الفيديو بتاعي يروح لكل الناس كل الناس تشوفو ولو اول مرة تشوفي قناتي انزلي بسرعة عملي اشتراك وفعالي الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة عايز اشوف رأيكو في تعليقات وتقولولي رأيكو في الالبوم دوت واتمنى يكون عجبكو ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة